بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة وشاملة حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لX2X2X4X5X1 قال وCF تمثيلها البيان في معلم متعامد ومتجنس OEG قال واحد أحسب Limit F لX لما X يأول إلى زائد مال النهاية و Limit F لX لما X يأول إلى نقس مال النهاية ثم فسر ناتجتين بيانيا ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها بقى الاستنتج حصرا لF لX من أجل كل X من R ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنحنة CF والمستقيم D ذو المعادلة Y سي لنا اثنان رابعا قال عين معادلة المماز دالة المنحنة CF في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب خمسا قال أرسم CF في المعلمة السابق ثم سادسا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول معادلة اثنان ناقص آم في X مربع زائد اربعة X ناقص آم زائد خمسة يسألنا الصفر اللي هي المناقشة البيانية سابعا قال لتكن الدالة G المعرفة على R بالعبارة جي لX يسألنا اثنان اكس مربع زائد اربعة في القيمة المطلقة لX زائد خمسة على X مربع زائد واحد وCG تنثيلها البيان في معلمة متعامد ومتجنس OEG قال أليف أثبت أن الدالة G زوجية باقى الإشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF ثم أرسم CG أكيد في المعلم السابق إذن في الأول أبناء ما أنصحكم هو المحاولة في المسألة ثم متابعة الفيديو النقطة بنقطة حتى تفهموا هذا التمرين إن شاء الله ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق على بركة الله أبنائي في الحل للسؤال الأول حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لX يسألنا اثنان اكس مربع زائد أربعة اكس زائد خمسة على اكس مربع زائد واحد هنا قال معرفة على R أكيد لأن المقام مجب تماما لماذا لأن X مربع مجب ونوضف له واحد مجب إذن المقام مستحيل أن ينعدم لهذا قال معرفة على R وCF تمثيلها البيانة في معلمة تعامد ومتجنس OEG أول السؤال قال أحسب النهاية إذن نكتب هنا أولا حساب النهاية لاحظوا إذن بما أننا نحن عندنا قال A D F تساوي أن R هي من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية ننطلق بالنهاية الأولى التي هي limit F ل X لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية يساوي أو هنا قال أولا بزائد مال ننطلق بزائد مال نهاية لا لا يهم تصبح لنا تساوي لنا limit X يؤول إلى زائد مال نهاية لمن هنا عندنا يا أبناء دالة ناطقة الدالة الناطقة عند المال نهاية اسمعوا جيدا نأخذ أكبر حد في الأس على أكبر حد يعني نصبح لكم هكذا تصبح لنا 2X مربع على X مربع يساوي يذهب هذا مع هذا مباشرة نصبح لنا 2 ثم نفس الشيء عندنا limit F ل X لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية تساوي بما أننا قلت الدالة كذلك ناطقة فأكبر حد على أكبر حد تصبح لنا limit 2X مربع على X مربع لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية وتساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 2 ها قد الآن حسبنا النهاية عند كل من الزائد مال نهاية والناقص مال نهاية ثم قال ثم فسر النتيجة هندسيا أو بيانين التفسير نكتب هنا التفسير البياني للنهاية التفسير البياني هنا تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند المال نهاية لهم زائد مال نقص مال وجدت عدد ووجدت ماذا عدد منتهي يعني ليس مال النهاية فنقول Y يساوينا ذلك العدد اللي هو Y يساوي 2 مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو بلغة أخرى موازي لمحور الفواصل حتى نفهم جيدا إذن اسمعوا جيدا إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية ووجدت عدد ليس مال نهاية فنقول أن Y ليس X Y يساوي 2 إنه مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال فنتطرق الآن إلى ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة أكيد على مجال تعرف لهو على R نضحظ جيدا نقول هكذا الدالة F كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال تعرفيه اللي هو R و عندنا و F أكيد جيدا و F فتحة ل X تساوي لاحظوا أبناء هذه عبارة عن كسرة و عندنا U على V مشتقة نسبة ماذا تساوي لاحظوا جيدا مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع هذه قاعدة أرجوكم أحفظها مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع إذن هنا لو نطبق على هذا الكلام فنضع هنا هكذا أول شيء ما أنصحكم ضعوا المقام مربع يعني X مربع زائد واحد هذه مربع يعني لا نلمسها أصلا نتركها كما هي الآن نأتي إلى مشتق البسطي يعني مشتق هذه القيمة مشتق 2X مربع أكيد هو 4X مشتق 4X أكيد لهو ماذا لهو 4 أما مشتق الثابت دائما يسعي لنا صفرة لأن هذا ينزل إلى هنا وتنقص دراج يصبح 2X في 2X زائد إذا كان عندنا هنا عدد مضروف في X إذا قمنا باشتقاقه يبقى إلى العدد أما مشتق العدد يذهب إلى الصفر احفظه هذه القواعد إذا مشتق البسطي الآن في ماذا؟ في المقام ليس في مشتق المقام في المقام لهو X مربع زائد واحد ناقص مشتق المقام مشتق X مربع أكيد هو 2X ومشتق المقام في البسطي في البسط لهو 2X مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة هكذا أبني يمكن هنا هذا أن نقوم بمسح هذا القانون وعليكم بحفظه أرجوكم ويطبق في كل شيء عبارة عن كسر حتى نفهم جيدا أو عن عبارة عن نسبة نصبح هنا F فتحة لإكس يساوي نضع هنا خط الكسر هكذا وننطلق أولا قلت المقام لهو إكس مربع زائد واحد هذا نتركه كما هو مربع ثم نأتي الآن إلى النشر هنا يصبح لنا أربعة إكس مربع في أربعة إكس يصبح لنا ناقص ماذا ناقص عشرة اكس ارجو قد فهمتم بعدها اكيد سوف يذهب هذا مع هذا مباشرة فاصبح لنا اف فتحة لي اكس يساوي وقلت هنا لا نتعجل ارجوكم خاصة في هذه الدول من هذا النوع في عملية الحساب اذا المقام لهو اكس مربع ناقص او زائد واحد مربع هكذا اذا نأتي الان الى هذا مع هذا اربعة اكس مربع مع ناقص تمانية اكس مربع اكد سوف لنا ناقص اربعة اكس مربع اذا هذا انتهى دوره مع هذا ثم عندنا هذا يأتي مع هذا اذا ناقص عشرة اكس زائد اربعة اكس سوف ينحن ناقص ماذا ناقص ستة اكس ثم يبقى لنا هذا لوحده Это كم زائد 4 وهذه هي المشتقة يا ابني ودائما أنصحكم في المشتقة لا تتعجلون في الحساب لأن لو تعجلتم في الحساب وكانت النتيجة خاطئة فاعلموا أن بعدها سوف تحدث تناقضات في اتجاه التغير وجدول التغيرات وبعدها يذهب المنحنة وكل شيء لهذا أرجوكم في المشتقة في أي دالة كانت انتبهوا لي الإشارات وتابعوها النقطة بنقطة بعدما أنهينا من حساب المشتقة نأتي الآن إلى إشارة المشتقة نأتي هنا ونكتب هنا إشارة F فتحة لـ X إذن نقول هكذا إشارة F فتحة لـ X أكيد من إشارة البسط لماذا أبنائي؟ لأن X مربع زائد واحد هذه مهما كان قيمة مجبة من المقام لأن المعروف في الرياضية أنه إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن المقام هنا بما أنه مربع فلا نلمسه لأنه مجب لو كان مكعب للمسناه لأن قوة ثلاثية هنا لها تأثير في أعلى لكن بما أنه هنا مربع فلا تلمسه مهما كان أتركه إنه قيمة مجبة الآن نأتي إشارتها من إشارة البسط أي إشارة ناقص 4X مربع ناقص 6X زائد 4 هذه عبارة من الدرجة الثانية نقوم بحساب المميز لها المميز الذي هو بي مربع ناقص 4 في A في C البي مربع هنا ناقص 6 مربع لهو 36 ناقص 4 في A لهو ناقص 4 إذن ناقص 4 في C الذي هو 4 تصبح لنا 36 زائد 64 الذي هو 100 وقيمة مجبة تصبح للعبارة جذرين يصبح لنا X1 يساوي هكذا ناقص نكتب كل شيء ناقص B ناقص جذر دالتا على 2A يصبح لنا يساوي ناقص B الB قلنا هو العدد المضروب في الX لهو هذا هذا هو الB وهذا هو الA وهذا هو السي يصبح لنا ماذا الB ناقص B معناه الناقص مع ناقص القرن يصبح لنا 6 ناقص جذر دالتا جذر دالتا أكيد الذي هو كم الذي هو جذر مئة وهو 10 تصبح لنا ناقص 10 على 2 في الA لهي ناقص 4 تصبح لنا كم في الB ناقص 4 وفي المقام ناقص 8 الناقص يذهب مع الناقص تصبح لنا 0.5 لهي 1 على 2 أو نقوم 0.5 لا يهم ثم X2 يساوي لنا ناقص B زائد جذر دالتا على 2A يصبح يساوي لنا 6 زائد 10 على ماذا؟ على ناقص 8 التي هي 16 على ناقص 8 وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص 2 إذن أين تنعد المشتقة؟ تنعدم عند النصف والناقص 2 ثم بعدها ماذا يحدث؟ ما علينا إلا إنجاز ماذا؟ جدول الإشارة الذي به نذكر تلك الكلمات اللغوية الدالة متزايدة والدالة متناقصة إذن نأتي الآن إلى جدول إشارة هكذا ودائما أستعين بالجدول لأنها تبسط الأشياء هكذا ركزوا جيدا أرجوكم أبناء إحتاء تتعلموا إلى هذا التمرين من هذا النوع إذن ها هي أمامكم إذن نكتب هنا X مدلة معرفة من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وهنا عندنا F فتحة لـ X أين تنعدم؟ قلنا أنها تنعدم عند الناقص 2 وعند 0.5 أو نقول 1 على 2 إذن هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام الآن المشتقى قلنا من إشارة البسط البسط من أي درجة؟ من الدرجة الثانية إذن هنا خارج مجال جذري هنا وهنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا؟ عكس ونفس إشارة هذا إذن هنا نضع ناقص وهنا نضع ناقص وفي الوسط تصبح لنا زائد لأن عندنا ناقص أربعة قلنا هنا نفس وهنا عكس ثم بعدها الآن ننطلق في تلك الكلمات اللغوية يجب أن نكتبهم نقول أدال أف متناقصة تماما على المجالين من هم المجالين؟ اللي هم من ناقص مالا نهاية إلى ناقص إثنان والمجال الآخر اللي هو من صفر فاصل خمسة إلى زائد مالا نهاية ومتزايدا تماما على المجال إذن على المجال اللي هو من ناقص إثنان إلى صفر فاصل خمسة يقول أحدكم يا أستاذ متى نغلق المجال ونفتحه؟ هنا بما أن الدل قابل الاشتقاق فافتحوه معرفة فافتحوه فقوموا بغلقه عادي إلا أنه هنا بما أن المالا نهاية لا يمكن أن نقوم بغلق المجال عندها فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي الآن جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات أدى لماذا؟ أدى لأف إذن عندنا هنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية وعندنا أف فتحة لإكس قلنا أين تنعدم؟ تنعدم عند ناقص إثنان وعند صفر فاصل خمسة إذن نضع هنا رمز هكذا ورمز هنا هكذا ثم عندنا قلنا هنا ناقص زائد ناقص ثم نأتي الآن إلى مجال الصور لهو أف لإكس أف لإكس بما أن هنا قال ناقص معناه ننزل إلى غاية هنا ثم نصعد إلى هنا هكذا لاحظوا جيدا أبنائي إذن وهكذا ثم ننزل هكذا فقط عندنا أولا حسبنا النهايات عند الناقص مالا نهاية وجدناها إثنان وعند الزائد مالا نهاية وجدناها إثنان أما هنا فنقوم بحساب صورة الناقص إثنان بالدلة أف يعني نعوذ هنا ونأتي بهذه ونعوذ هنا معناه نعوذ في الدلة تعالوا الآن نعوذ أولا بناقص إثنان سبحانا أف لناقص إثنان تساوي إثنان في ناقص إثنان مربع زائد أربعة في ناقص إثنان ثم زائد خمسة على ناقص إثنان مربع زائد واحد ولا نتعجل في هذه القيم لأنها مهمة جدا تصبح لنا هنا كم أربعة في إثنان وهي ثمانية ثم هنا عندنا ناقص ثمانية زائد خمسة على ماذا؟ على إثنان مربع لهو أربعة زائد واحد لهو كم خمسة تصبح لنا هكذا إذا هب هذا مع هذا تصبح لنا خمسة على خمسة التي هي واحد إذن صورة الناقص إثنان بالدلة أف هي ماذا؟ هي واحد لهذا قلت لا تتعجلوا القيمة أن تجد واحد أو تجد أربعة ليس نفس الشيء أن تضع هنا أربعة لا لأن الرسم سوف يتي خاطئ ثم عندنا صورة كذلك الناقص الإثنان الإثناء عفوا الصفر فاصل خمسة نقول هكذا أف لصفر فاصل خمسة يساوي يمكن أن نقول تصبح لنا هكذا إثنان في لاحظوا وانتبئوا إذا كتبنا هنا صفر فاصل خمسة نكتبها على شكل هكذا نصف مربع زائد أربعة في واحد على إثنان زائد خمسة على واحد على إثنان مربع زائد واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن واحد على إثنان هو نفسه صفر فاصل خمسة ثم بعدها تصبح لنا تساوي هكذا تصبح لنا واحد إثنان في واحد على أربعة لماذا؟ لأن عندنا واحد على إثنان مربع هو الأربعة عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا تصبح لنا زائد إثنان ثم زائد خمسة على ماذا؟ على واحد على أربعة زائد ماذا؟ زائد واحد يذهب أكيد هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا الواحد هنا المقام 4 وقت إلى 5 على 4 الريقや迷術 وقت إلى 5 قد نع 그대로 أن يكون 10 قد نعól 5 وقل Müs قد نعود ч 3 مكلمة في مقلوب إذن نضع هنا 6 أو حسبوا بالأعلى حسب أكيد كذلك عوضوا بـ 0.5 سوف تجدون 6 أو حسبوا بهذه الطريقة كلاهما المهم عليك أن تضع النتيجة هنا صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال قد استنتج حصرا لـ F لـ X من أجل كل X من R لما يتسمع كلمة استنتج إعلام أن الجواب يكون في الأجوبة التي قبلها إذن نكتب هنا أولا استنتاج حصرا ماذا؟ حصرا F لـ X لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم الأمر هنا قمت بجلب جدول تغيرات لأن الأمر هنا متعلق بجدول تغيرات انظروا ما هي أكبر قيمة وصلت إليه في هذا الجدول الدالة إنه الـ 6 لاحظوا يقول أحدكم إثنان يا أستاذ لا لأن الـ 6 هي أكبر وما هي أخفض قيمة وصلت إليها تصل إليها كم؟ إنها الواحد يعني لو نأتي الآن نقول هكذا مثلا إثنان ونزلت إلى الواحد ثم تصعد إلى الـ 6 ثم تنزل إلى الـ 2 انظروا ما هي أكبر قيمة؟ ها هي أكبر قيمة إنها الـ 6 وما هي أخفض قيمة؟ إنها الواحد نقول نلاحظ فقط نلاحظ من جدول التغيرات أن من أجل كل X من R أو ينتمي إلى R فإن F لـ X محصور ما بين قيمتين القيمة الأكبر هي الـ 6 والقيمة الأصغر هي 1 دون برهان أو عناء كما تلاحظون إذن أكبر قيمة هي الـ 6 وأخفض قيمة هي الـ 1 فنقول F لـ X محصور ما بين الـ 1 والـ 6 فقط أما إذا كان الأمر متعلق أنها كانت مثلا لاحظوا جيدا كانت قيمة القيمة مثلا التي هي هي الـ 2 قلت هي الـ 2 فهنا وبما أن الـ 2 تقع في النهاية فهنا لا نقول أكبر أو يسويب بل نقول هنا هكذا حتى تدفموا جيدا نقول 2 هكذا لأن مستحيل أدى لـ F لـ X سيونا 2 إنما تقترب إلى الـ 2 لأن قيمها لأنه مستقيم مقارب حتى نفهم جيدا أما بما أن الأمر هنا متعلق بقيمة محسوبة عادي أنها الـ 1 فنضع هنا أكبر أو يسوي الـ 1 حتى تفهموا جيدا لأن لا يمكن أن نقول X يسوي المال نهاية إنما نقول X X يؤول إلى المال نهاية أما نحن عندما نقول لكم عوضوا معناه للتقريب المفهوم فقط حتى لا تخطيط عليكم المفاهيم أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نتطرق الآن إلى ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنهنة CF والمستقيم D ذو المعادلة Y يسوي 2 الذي هو المستقيم المقارب الأفق الذي وجدناه إذن نكتب هنا تعيين نقطة تقاطع ماذا؟ CF F والمستقيم D نقول هكذا تقول قائدة نضعها كأن نقول نحل المعادلة F ل X يسوي لنا Y دائما لإيجاد نقطة تقاطع ما بين منحنيين أو مستقيمين أو مستقيم ومنحنة دائما نقول F ل X يسوي لنا Y F ل X اللي هي 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 يسوي Y ها هي قيمة Y اللي هي 2 بعدها ننقل هذا إلى هنا تصبح هنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 ناقص 2 يسوي 0 أكيد نفكر في توحد المقام لما أي أنه نضع هنا هكذا تصبح لنا لما نوحد مقام تصبحنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 ناقص 2X مربع ناقص 2 على X مربع زائد 1 يسوي الصفر لأن نوحدنا المقام معنا هذا يضرب في المقام بعدها أكيد سوف ينتج هذا يذهب مع هذا تصبح لنا كام تصبح لنا 4X وهذا مع هذا يصبح لنا زائد 3 على X مربع زائد 1 يسوي الصفر فالرياضيات إذا كان عندنا A على B مع B لا يسوي الصفر يسوي الصفر فاعلموا أن A هو الذي يسوي أي كسر يسوي الصفر البسط لأن المقام مستحيل يسوي الصفر هذه من قواعد الرياضيات إذن أي أنه 4X زائد 3 يسوي الصفر ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا 4X يسوينا ناقص 3 ومنه X يسوينا ناقص 3 على 4 إذا قربناها يعني بالتقريب ناقص 1.7 أو نكتبها ناقص 3 على 4 ثم في الرسم نقربها لذلك ومنه ماذا نكتب نكتب هكذا نكتب يأتي بهذه القيمة ويعوذ في الدلاء فسوف كذلك يجد 2 أما الأبسط من ذلك أنه Y معروف أنه كم أعطيت لأن النقطة لها X و Y و ها هو قد أعطي لكم كم 2 والX بحثنا عليه حتى تفهموا جيدا حتى كان بمقدوره أن يقول عين فاصلة نقطة تقاطع ها هي الفاصلة أما Y فثابت أما إذا كان المستقيم عندنا مكتوب مثلا Y يسوينا مثلا X زائد 2 هنا نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوذ هنا فنجد Y فقط يعني لا تعوذوا في الدلاء لأن الدلاء سوف تعطيكم لنا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى رابعا رابعا قال عين معادلة المماس دالتا للمنحنى سي أف في نقطة تقاطعهم مع محور الترتيب لاحظوا جيدا إذا نكتب هنا معادلة عفوا معادلة المماس دالتا حيث أركز هنا المقصود قال للمنحنى سي أف في نقطة تقاطعهم مع محور الترتيب محور الترتيب أولا محور الترتيب التي هي x كم يساوي x يساوي 0 المعروف أنه المنحنى المنحنى إذا تقاطع المنحنى مع محور الترتيب دائما الفاصلة تكون تساوي 0 دائما أي نقطة تقع على هذا المستقيم اعلم أن فاصلتها تساوي 0 يعني إما يمكن أن يطرح السؤال عين معادلة المماس دالتا أو الفاصلة المعدومة كذلك معناه نأتي إلى هنا ونعوذ بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر فما نجد تصبح لنا 5 على 1 وهي 5 إذن معناها النقطة إذا سمينا هذه النقطة A X عندها 0 Y عندها 5 فتصبح لنا Y يساوي F فتح لصفر F فتح لصفر في X ناقص 0 يا أبناء يركزوا بما أن قال نقطة التقاطع مع محور الترتيب فنقطة التقاطع مع محور الترتيب يعلموا أن X عندها دائما يساوي صفر نذهب إلى الدلة ونعوذ بصفر تصبح لنا 5 معناه F لصفر كم إنها 5 معناه هذه سوف نعوذ بها في هذا المكان لأن نفسها F لصفر تصبح لنا ماذا أولا نعوذ ب F فتح لصفر نعوذ في المشتقة بصفر هنا صفر 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 وصفر أكيد تصبح لنا 4 على ماذا على 1 4 على 1 إنها 4 فهذه الأربعة سوف نعوذ فيها في هذا المكان يساوي كم 4 في X ناقص 0 وهو X زائد F لصفر ها هي قيمة إنها الخمسة فتصبح لأن المعادلة هي Y يساوي 5 4 في X وهي 4 X زائد ماذا زائد 5 هذه إنها معادلة المماس ضلطة عند الفاصلة المعدومة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال جزء خامس وهو ننتبه جيدا لأن نتعلق بأرسم C الكثير يعاني من الرسم يقول يا أستاذنا لما أصل إلى الرسم تختلط عليها الأمور لكن الأمر جد بسيط لاحظوا جيدا أولا في الرسم ما علينا إلا رسم المستقيم المقارب الذي قرأناه له كم لهو يساوي يساوي إثنان إذن نأتي الآن إلى هنا ونقوم برسم المستقيم الأفقي يساوي إثنان ها هو أمكم ونعطي له المعادلة وهي يساوي كم إثنان وقد سمي حتى إنه المستقيم D هذا الأمر الأول الممس لم يطلبوا منا لم يقول أرسم الممس لو قال أرسم الممس لا رسمناه ثم بعدها ماذا ثم عندنا ما إنصحكم هو القيم الحدية انظروا إلى هذه هل تشبه الحفرة أم الجبل إنها تشبه حفرة انظروا ها هي أمكم الـ عندها كم ناقص اثنان والـ كم واحد معناه نذهب إلى النقطة ذات الإحداثيات ناقص اثنان ها هي ناقص اثنان والإغلاق لديها واحد في هذا المكان ونقوم بشيء نقوم برسم شيء يشبه الحفرة هكذا لاحظوا أرجوكم ها هي أمامكم انظر هكذا ثم نذهب الآن إلى هذه إنها تشبه الجبل يعني قيمة حدية محلية عظمى الـ لديها كان إنه نصف ها هو النصف إذا أتينا إلى النصف هنا والإغلاق كان ستة النصف مع الستة في هذا المكان ونقوم برسم شيء هكذا يشبه الجبل وعندنا كذلك نقطة التقاطع المنحنى والمستقيم D لهي كم قلنا إنها ناقص 0.7 يعني بالتقريب في هذا المكان تكون نقطة التقاطع ثم الآن وعندنا كذلك تقاطع مع محور الثلاث بحسب نهاية F كم لصفر F لصفر وجدناها كم وجدناها خمسة يعني ها هي أمامكم ثم الآن يسهل الرسم الآن ليس ببداعي أن ننطلق من هنا المهم نتخذ الوضعية التي تساعدني للرسم فنأتي الآن إذا أتينا إلى هنا أكيد من هنا وننزل انظروا ننزل من هذا الجبل لكن علينا أن نمر من هذه النقطة أكيد ومن هنا أكيد سوف نتجه نحو ماذا نتجه لاحظوا أما من هنا سوف نتجه نحو ماذا نحو إيغ يسعي لنا إثنان هكذا سوف نتخذ الوضعي الأنسب إذا من هنا وننطلق هكذا ثم ينعطف متجه نحو إيغ يسعي لنا إثنان لاحظوا ها هي أمكم اتجه نحو إيغ يسعي لنا وهذا الذي في الحفرة إذا فكر من هنا يفكر أنه يسعد ها هو أمامكم انظروا جيدا من هنا ويفكر يسعد نحو هذه القيمة انظروا هذا ينزل إليه وهذا يسعد ليلتقي في نصف الطريق ها كذا في منتصف الطريق ثم من هنا ها كذا الآن يعني الرسم في أصله ينطلق من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه إلى ها كذا ليصل إلى هذا الجبل ثم يتجه نحو إيغ يسعي لنا إثنان ها هو وبهذا يكون الرسم صحيح يقول أحدكم يا أستاذ لا يشبه منحنة بالبرنامج يا أبناء المنحنة يرسموا باليد ليس بالبرنامج ورقة الامتحان ونكتب هنا ماذا ونكتب سي آف نسبة إلى الدال آف فقط أرجو قد فهمتم كيفية الرسم إذن من هنا ها هو أمامكم انظروا جاء مع إيغ إذنان من هنا ونزل إلى القيمة الحدية ثم بدأ بالصعود ها هو يصعد 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 إلى أن وصل إلى القمة هنا ها هي القمة ثم نزل هو يريد أن ينزل إلى النقص لكن هنا عليه أن ينزل إلى الإثنان انظروا ها هو جاء هو يريد أن ينزل مباشرة لكن إثنان أصبح مستقيم مقالف عليه أن يتجه نحوه هكذا الرسم بطريقة سؤال آخر مهم جدا يخاف الطلبة كثيرا لهو سادسة المناقشة سادسة قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول معدلة إثنان ناقص آم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص آم زايد خمسة يساين الصفر لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط والذي وجد إشكال يكتب درس المناقشة البيانية سوف يجد درس فيه أكثر من خمسون دقيقة لكن يشرح بالتفصيل المناقشات البيانية الثلاثة الأفقية والمائلة والدورانية إذن نكتب هنا أولا المناقشة البيانية إذن المناقشة البيانية لاحظوا جيدا قال ناقش بيانيا ما معنى بيانيا معنى يجب أن يكون الرسم هنا عندنا صحيح إذا كان الرسم خاطئ فاعلموا أن المناقشة سوف تكون نتائجة خاطئ أو حلو المعادلة أولا ما هي المعادلة قال 2 ناقش M في X مربع زائد 4X ناقش M زائد 5 يساوي السفر اسمعوا جيدا بما أن الأمر قال ناقش بيانيا هذا البيان هو لمن لسي أف وسي أف هو منحنى ماذا إذن اسمعوا جيدا عليكم من هذه المعادلة أن تجدوا F لX تساوي هنا شيء فيه M لا يهمنا هذا الشيء كيف ذلك من هذه المعادلة اسمعوا جيدا عليكم أن تصل إلى هذه القيمة هذه القيمة تساوي شيء فيه أم لا يهمنا شيء آخر تعالوا ننطلق واسمعوا جيدا كما قلت إذن أولا ننطلق وننشر هذا في هذا سبحانه إثنان ماذا إثنان إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص M في إكس مربع ثم زائد أربعة إكس ثم ناقص M زائد خمسة يساوي السفر وأنا عيني على هذه العبارة تساوي شيء لا يهمنا تلك الشيء حتى تسمعوا جيدا ما رأيكم أبناء أن نأتي بهذا الجزء وننقلهم إلى الطرف الآخر فتصبحنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا كم؟ يساوينا M في إكس مربع زائد M ها هو ظهر الجزء الأول اللي هو البسط الآن ما رأيكم هنا أن نستخرج الآم عام المشترك فتصبحنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا M في إكس مربع زائد واحد هكذا ما رأيكم ابنائي بما انه في هذا يأتي الى المقام لان الدلة معرفة على العبارة معرفة على اثنان اكس مربع زائد اربعة اكس زائد خمسة على اكس مربع زائد ماذا زائد واحد يساوي ماذا يبقى لنا لما ينقل هذا ينقل الى الطرف الاخر يبقى لنا الا ام وليس بالضرورة قلت يبقى لنا ام قلت شيء فيه ام يمكن ان يبقى لنا ام اكس ام زائد واحد ام زائد عشرة جذر ام المهم لا يهمني ما يبقى المهم هو هذه الجزء ومنه ماذا تصبح تصبح لنا اف ل اكس اصبحت تساوي لنا ام انا اعيد واكرر لم لم اقول ان يجب ان تجدوا هنا ام فقط لا انما يجب ان تجدوا اف ل اكس تساوي شيء فيه ام يمكن ان تجدوا قلت اف ل اكس تساوي ان ام زائد واحد ام مربع زائد واحد اف ل ام ما لا يهم المهم هو عليكم ان تركزوا على الجزء هذا ليس هذا هل وصلنا الى المطلوب ان اف ل اكس تساوي شيء فيه ام نعم ها قد وصلنا بعدما وصلنا الى هذا الشيء يقول احدكم هل نكتبه في الاجابة نعم الا الا هذه لا تكتبها يعني في الاجابة هذه ارجوكم لا تكتبها في الاجابة ان تقول اف ل اكس تساوي شيء فيه ام لا هذه انصحكم بعدم كتاباتي اما الباقية فاكتبوا هذا التفصيل حتى يعرف المصح من اين اتيت بهذا هذه اف ل اكس تساوي ام فأصبحت حلول المعادلة هذه تساوينا حلول المعادلة هذه حتى تفهموا جيد لأن معادلتان متكافئتان المعادلتان المتكافئتان هم المعادلة التي لهم نفس الحلول الآن نقول حلول هكذا الآن حلول المعادلة من هي المعادلة؟ F لX تساوي M هي فواصلة نقطة تقاطع CF لماذا CF؟ لأن هنا متعلق الأمر بمنحة ندلة F إذن نقطة تقاطع CF والمستقيم ذو المعادلة ما هي؟ هنا يا أبناء في مكان F لX ضعوا Y يعني تصبح لكم Y يساوينا M الآن ما طبيعة هذه المناقشة؟ طبيعة هذه المناقشة أنه إذا كان F لX يساوينا شيء فيه هنا من هنا خالي من X لا يوجد كي قيمة X أصلا تجدون M مربع جذر M تجدون أي شيء المهم لا يوجد في X فاعلموا أن المناقشة أفقية حتى ولو تجدوا F لX يساوينا F لM المهم خالية من X فتصبح مناقشة أفقية كيف المناقشة الأفقية؟ لاحظوا إذا أتينا هنا وقمنا برسم مستقيم ها هو أمامكم ذو المعادلة الذي قلناها لهي Y يساوينا كم؟ يساوي لنا هكذا أم؟ دقيقوا كيف تتم العملية ها هو المستقيم أمامكم أبنائي يصبح من هنا سوف هكذا وينطلق بالانسحاب كما تراحظون هكذا يبدأ بعملية المسحة هذه المناقشة الأفقية كما يوجد لنا مناقشة مائلة يمكن أن تأتيكم مثلا هكذا كما يوجد لنا مناقشة دوراني يعني المستقيم يصبح ماذا؟ يحدث دوران أرجو قد فهمتم المناقشات لهذا أكتبوا درس المناقشة البينية أستاذ نوردين سوف تجدون الدرس في ثلاث حالات الآن لاحظوا وأبنائي ننطلق إذن إيقراج ها هو محور إيقراج دقيقوا لحتى تفهموا إذن محور إيقراج ها هو محور الترتيب يعني من هنا وننطلق من هنا كم تكون إيقراج؟ ننطلق من نقس ملاني وننطلق بعملية الانسحاب هكذا إلى غاية زائد ملاني تعالوا ننطلق ها هو المستقيم أمامكم ينطلق بعملية المسح كم يوجد من تقاطع؟ لأن قنة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى والمستقيم الآن المستقيم الأخضر الذي تلاحظون هل يوجد تقاطع مع المنحنى الأسود؟ لا لا يوجد نحن أين نطلقنا؟ أكيد من هنا نقس ملاني إن طلقنا من نقس ملاني وبدأنا نمسح مثلا هنا كم يكون؟ كم يكون في هذا المكان؟ كم يكون الآن؟ يسألنا نقس واحد ثم هنا كم يكون؟ يكون لنا صفر ثم هنا كم يكون؟ يكون عندنا واحد هل عند الواحد يوجد تقاطع؟ نعم إذن نقول هكذا واحد أم ينتمي من ناقس ملاني إلى غاية الواحد مفتوح لماذا مفتوح؟ لحتى نقول أنه في مجال لا يوجد حلول نقول لا يوجد حلول للمعادلة يعني لا يوجد تقاطعات الآن هنا بالضبط كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا واحد ها هو أمامكم يمسه فقط عندما كلمة يمس حتى ولو كانت عند المائلة أو الدوران في مماس يوجد حلا مضاعفا ويوجد لها البرهان لذلك الآن لاحظوا جيدا نقول الآن أم ثانيا أم يساوينا كم؟ واحد للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا قيمته حتى قيمته نعرفها إكس يساوينا كم؟ انظروا أنزلوا هنا كم؟ إكس يساوينا ناقص إثنان هذا هو الحل المضاعف ليس حل وحيد إنما حلا مضاعفا أعيد وأكرر يقول أحدكم ما الفرق بين الحل الوحيد والله؟ لاحظوا إكس زائد إثنان يساوي السفر هنا إكس كم يساوي؟ يساوينا ناقص إثنان هذا حل وحيد أما إكس زائد إثنان لكل مربع يساوينا الصفر هناك كذلك تصبح إكس زائد إثنان يساوي السفر أي إكس يساوينا ناقص إثنان لكن هذا حل وحيد وهذا حلا مضاعف لماذا حلا مضاعف؟ لأنها يمكن أن نكتب إكس زائد إثنان في إكس زائد إثنان يساوي السفر معناها تصبح لكم هكذا إكس زائد إثنان في إكس زائد إثنان يساوي السفر وهل هذه مثل هذه؟ هذه لو نشرت أصبحت من الدرجة الثانية أما هذه من درجة الأولى فهنا نقول XZ20 أو XZ20 كلمة حلاني في نفس الوقت هو يسمى الحل المضاعف حتى هنا لا تخطيت أمورنا ويقول أحدكم لماذا قلت هكذا يا أستاذ بعدها أبناء نأتي الآن ليكمل المستقيم سيره أو سحبه إنسحابه لاحظوا المسح كم يجد الآن من تقاطر واحد اثنان لو نسقطهم يأتينا في الجهات السالبة ها هو سالب وها هو سالب اتركوه يكمل المسح كم يوجد حلان 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 ها هو بقية الآن أصبح حل إذن إلى غاية ماذا إلى غاية الاثنان إذن نقول هكذا ثالثا ثالثا آم ينتمي من ماذا من هذا المكان الاثنان إلى هنا يعني ينتمي لنا من الواحد إلى الاثنان الواحد مفتوح والاثنان مفتوح للمعادلة حلان كيف هما سالبان ومتمايزان يعني غير متسويا حتى نفهم جيدا الآن في هذا المكان هنا لما ينطبق إيجراج يسوي اثنان على إيجراج يسوي أم كم يجد لنا من تقاطع ها هو حلان واحد إذن نقول رابعا آم يسوي اثنان يعني انطبق انطباق آم يسوي اثنان للمعادلة حلان واحدا كم قيمته إيجراج يسوي اثنان أرجع إلى الفيديو حتى تفهموا جيدا بعدها الآن ها هو أصبح يكمل سيره يقول أحدكم يوجد حل يا أبناء لا تنسوا أن المنحنة ما زال من هنا يكمل سيره هكذا حتى تفهموا جيدا إذا كم يوجد لنا الآن من حل انظروا ها هو بدأت كم ها هو واحد وها هو الآخر في الجهة الأخرى يقول حدكم يا أستاذ لا يتقطع معه انظروا ها هو المستقيم ما زال يكمل حتى هنا هكذا لأنه مستقيم بدأ الآن يوجد حلان حلان أحدهما سالب والآخر ها هو أمامكم وجبتهم يكمل الآن عملية المسح حلان 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 إلى غاية هنا يوجد كذلك حلان لكن تتغير الإشارة حتى تفهموا جيدا نأتي الآن كذلك نكمل بعدما تكتبون عملية الحلول نأتي الآن إلى رابعا أو خامسا نعود لنرى نعم رابعا إذن خامسا نقول خامسا أم ينتمي من هذا المكان إلى هنا مفتوح نقول من الاثنان إلى غاية خمسة للمعادلة لاحظوا جيدا إذن قلت نقول للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة لماذا؟ لأن واحد يقع في الجهة أو ننزل هنا بالمستقيم واحد يقع في الجهة السالبة من هنا وواحد يقع في الجهة المجابة الآن نأتي إلى هنا يقول لحدكم لماذا تفصل لأنه قال عدد وإشارة لو قال إلا العدد لا نهتم إلى الإشارة لكن إذا قال العدد والإشارة علينا أن نحترم الآن في هذا المكان كم يكون لنا قيمة الآن؟ إنها خمسة يعني أي قيمة تكون على محور الثراثيب تصبح لنا هي قيمة الآن لأن إغرب يسوي آم حتى تفهموا جيدا ليس دائما هذه القيم تكون لخمسة الخمسة هي قيم أم لا تخيلوا يقول مثلا يقول آم زائد واحد آم زائد واحد معناها نقول آم زائد واحد تسوي خمسة معناها آم يصبح لنا أربعة حتى لا تختارت أموركم بما أن إغرب أصبح آم فأي قيمة يأخذها إغرب تصبح يا قيمة لآم حتى تنتبع الآن في هذا المكان إذا قلنا سادسا آم يسوي لنا كم يسوي لنا خمسة لاحظوا آم لما يأخذ خمسة يوجد لنا حلا كيف هو موجبا لا يهم إشارته لا يهم قيمته وحلا معدوما انظروا ها هو الحل المعدوم إذن نقول للمعادلة حلا أحدهما موجب تماما والآخر معدوم أرجو قد فهمتم لماذا لأنها هو موجب والآخر نزل إلى الإنعدام حتى تفهموا جيدا ثم بعدها أبنائي يكملوا الآن المستقيم سيرة انظروا كم أصبها أصبح لنا حلان موجبا واحد من هنا والآخر من هنا إلى غاية ماذا إلى غاية هذه القمة إلى غاية هذه القمة إذن نقول إذن نقوم بعملية المسح لأنه هكذا نقول الآن سادسا سابعا نقول آم ينتمي من الخمسة إلى غاية الستة يعني من هنا إلى هنا للمعادلة أفوا إذن نقول للمعادلة حلان كيف هما موجبان ومتميزان ثم بعدها نأتي الآن إلى هنا إلى القمة نقول ثامنا آم يسعينا الستة للمعادلة حلا موجبا مضاعفا لماذا لأنها قيمة حدية أو بالدرجة ليس قيمة حدية يمسو حتى نفهم جيدا الآن بعدها من هنا ونكمل المسار لا يوجد حلول نقول تاسعا آم كيف هو ينتمي من الستة مفتوح إلى غاية الزائد ما لا نهاية لا يوجد حلول للمعادلة أرجو قد فهمتم الآن المناقشة البيانية إذن هذا مستقيم أفوقي من هنا لا يوجد حلول لا يوجد هنا حل مضاعف هنا حلان 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 إلى غاية هنا ثم هنا يوجد حل واحد ثم من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا حلان أحدهما موجب والآخر سليب في هذا المكان واحد معدوم والآخر موجب ثم من هنا إلى هنا حلول موجبا حلان موجبا ثم هنا حل حلا كيفا مضاعفا ثم لا يوجد حلول إلى ما لا نهاية فقط أبنائي أرجو قد فهمتم والذي يعاني من ذلك فليكتب درس المناقشة البيانية لأستاذ نوردين ويتابع الفيديو نقطة بنقطة ليفهم لغز هذه المناقشات البيانية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال السابع قال لتكن أو الجزء السابع قال لتكن الدلاجين معرفة على أر بي العبارة جي لإكس سعين إثنان إكس مربع زائد أربعة في القيمة مطلقة لإكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد قال وسي جي تمثلها البيانة في معلم متعامد ومتجنس أو إي جي أرف قال أثبت أن الدلاجي زوجية إذن نكتب هنا إثبات أن الدلاجي كيف هي زوجية نعود الآن كأنما للدروس سنة الأولى لشفعية الدلاجة نقول بما أن ماذا هكذا بما أن دي جي تساوينا كم تساوينا أر فإنها متناظرة بالنسبة إلى ماذا إلى الصفر بالنسبة نقول إلى الصفر لماذا الدلاجي الزوجية يجب أن يكون مجال تعريفها متناظر بالنسبة إلى الصفر هنا عندنا ناقص من النهاية وهنا زائد من النهاية متناظرتان حتى تفهموا جيدا مثلا تكون متناظرة من ناقص واحد إلى الواحد هل الدلاجي التي من ناقص اثنان إلى الواحد تكون زوجية لا يمكن أن نقول عليها أنها زوجية أولا لأن مجال تعريف يجب أن يكون الصفر مركزه هنا الصفر هو المركز لكن هنا ليس الصفر هو المركز هذا أول شرط وكذلك الأمر الآخر وإكس ينتمي إلى أر ودجي وناقص إكس كذلك ينتمي إلى أر ونعود وعندنا جي لناقص إكس يساوي علينا أن نجد أن جي لناقص إكس يساوينا جي لإكس هذا كذلك إذن الدلاجي الزوجية احذروا أبنائي عندها شروط يجب أن تكون مجموعة التعريف لديها متناظرة بالنسبة إلى الصفر وإكس ينتمي إلى دي جي وناقص إكس ينتمي إلى دي جي ونأتي الآن ونجد كذلك جي لناقص إكس يساوينا جي لإكس معناه تصبح لنا هكذا جي لناقص إكس معناه نذهب إلى هنا وكل مكان من إكس نضع بناقص إكس سبحانه إثنان في ناقص إكس مربع زائد أربعة في القيمة المطلقة لناقص إكس ثم زائد خمسة على ماذا؟ على ناقص إكس مربع زائد ماذا؟ زائد واحد الناقص إكس الكل مربع هذه معروفة أنها هي إكس والقيمة المطلقة لناقص إكس معروفة هي نفسها القيمة المطلقة لإكس هذه لا جدال فيها الآن لهذا من خلال هذه القيمتان إذا قلت هنا ناقص X نعم تساوينا هنا التربيع لا ننسى التربيع أرجوكم إذا ناقص X مربع يساوينا X مربع أرجو قد إنا سيد فقط أبنائي إذن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوينا 2X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لX لأن قلنا القيمة المطلقة لناقص X هي نفسها القيمة المطلقة لX زائد 5 على ناقص X مربع وهي X مربع زائد ماذا؟ زائد واحد أليس هذه نفسها هي G لX التي أعطيت لنا في نص التمرير نعم نقول ومنه الدالة G كيف هي؟ دلة زوجية أي منحناها البياني يكون متناظر بالنسبة إلى محور الفواصل هل هذا صحيح؟ لا بالنسبة إلى محور الترتيب أرجوكم أبنائي انتبهوا إلى محور الترتيب لهذا قلنا أن يجب أن تكون مجموعة التعريف عندها متناظرة بالنسبة إلى السفرة ما معناه؟ معناه إذا قلنا هكذا إذا جاء هذا الجزء روصي من هذا الفرع هكذا فالجزء الآخر نناظره بالنسبة إلى هذا ليصبح لنا ماذا؟ ليصبح لنا هكذا والمعروف على الدالة مثلا X مربع إنها دالة متناظرة بالنسبة إلى محور الترتيب لأنها دالة زوجية الآن إذن أرجو قد فهمتم التفسير الكلي إلى هذا إذن قلنا نقول DG يساوي النقار فإنها متناظرة بالنسبة إلى الصفر ليس أو إلى الصفر وX ينتمي إلى DG ونقص X ينتمي إلى DG وعندنا G لنقص X وجدنا هي جل X ومنه الدالة زوجية التفسير البياني أن منحناها البنية يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب الذي إذا رمزنا له EG فتح فقط بعدها نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي إلى السؤال الآخر الذي هو B قال اشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF إذن نكتب هنا شرح كيفية رسم CG انطلاقا من ماذا؟ من CF لاحظوا وانتبئوا أركزوا أرجوكم أبنائي نحن عندنا ماذا؟ جل X ها هي قيمتها انظروا سوف نقوم بنسخها وإتيانا هنا أمامكم ولاحظ وجه الاختلاف ما بين هذه وهذه ألا تلاحظون شيء معين؟ ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا معي لو نلاحظ جيدا إلى جيل X تساوي تساوي أن نقلنا 2X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لX زائد 5 على X مربع زائد 1 لو نأتي الآن إلى نزع القيمة المطلقة لهذه العبارة ألا تصبح لنا تساوينا عبارتان؟ انظروا جيدا لاحظوا تصبح لنا هكذا نحن نعلم أبناء القيمة المطلقة لX معروف عليها أنها إما أن تساوينا X إذا كان X أكبر أو يساوي السفر وتساوينا ناقص إذا كان X أقل من السفر حيث إذا جئنا إلى اتحاد هذه المجالين سوف نجد R أركز وأرجوكم الآن معناه مرة نأتي إلى هذه القيمة المطلقة ونعوذ في مكانها بالX فماذا تصبح لكم؟ تصبح لنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 أليس هذه القيمة هي نفسها هذه التي بطبعها أفل X؟ نعم إنها تساوينا F لX لكن متى؟ في هذه الحالة لما يكون X موجب إذن لما يكون X موجب ومرة نأتي بهذا المكان ونعوذ في هذا المكان بالناقص X حتى تفهموا جيدا أرجوكم انتبهوا فقط أرجوكم لأن عندنا هنا الإشكال مع القيمة المطلقة هذه فقط أما هنا إذا عوضنا بالX أو الناقص X مربع تصبح لنا 2X مربع ناقص 4 في X زائد 5 على X مربع زائد 1 يقول أحدكم ليكم لماذا عوضت هنا بنا؟ لأننا قلنا نعوذ هنا بناقص X ناقص X في 4 إنها ناقص 4X لكن هل هي عندها هذه القيمة عندها علاقة بالF لا يوجد لها علاقة بالF إذن حتى تنتبهوا إذن هذه متى؟ إذا كان عندنا X أقل من الصفرة أرجو قد فهمتم إذن معناه كأنما قمنا بنا أولا كتبنا G لX دون رمز القيمة المطلقة لما كتبناها دون رمز القيمة المطلقة لاحظوا على ماذا تحصلنا؟ تحصلنا على أن G لX مرة انظروا G لX تصبح تساوينا F لX في هذا المجال أما هنا G لX تساوينا هذه القيمة لكن ليس لها علاقة بالF لX إذن هنا في المكان الذي أقوم بتحويطه باللون الأخضر ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا C G ينطبق على ماذا على C F في المجال ما هو المجال؟ الذي هو ها هو أمامكم المجال الذي هو من الصفرة إلى غاية الزائد مالا نهاية أعيد وأكرر G لX تساوي F لX متى؟ معنى لما يكون X أكبر أو يساوي سيسم ما معنى؟ معنى C G ينطبق على C F لكن في هذا المجال هذا الأمر الأول ثم بعدها لكن الدالة G كيف هي؟ زوجية أي الجزء الآخر نناظره نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب يعني المجال الذي على المجال المجال الأكيد الذي هو المجال الذي هو من ناقص مالا نهاية إلى الصفرة حتى تفهموا جيدا الجزء الأول هذا يأتي ينطبق والجزء الذي يبقى لنا من ناقص مالا نهاية إلى الصفر هذا الجزء الذي نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب نأتي الآن ها هي من الصفر إلى غاية زائد مالا نهاية C F ينطبق على C G معناه من هنا ها هو C G انظروا ها هو الذي نقوم برسمه هذا الجزء الأول إذن من الصفر إلى غاية زائد مالا C G ينطبق على C F أم ولكن الدلة G زوجية أي الجزء الآخر الذي هو الجزء من هنا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب على النجال يعني هذا الجزء نقوم بمناظرته بالنسبة إلى محور التراتيب ها هو محور التراتيب الجزء الذي بقي لنا نناظره معناه هنا نأتي إلى هنا ركزوا جيدا ها هو إذا قلنا هنا ها كذا من هنا نناظر ها هو الجزء ثم نعود ونقوم بالرسم ها كذا ها هو الآن الرسم أصبح صحيح هذا الجزء ناظر هذا الجزء بالنسبة إلى محور التراتيب ونكتب هنا C G باللون الأخضر حتى تعرفوا أن الذي باللون الأخضر هو C G والذي باللون الأسود هو C F إذن دالة أولا زوجية رسمنا الجزء الأول انطلاقا من أنه C G ينطبق على C F والجزء المتبقي نناظر الجزء هذا بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدالة زوجية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لأنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين لي يصلكم جددنا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته